أحياكم الله جميعا هذا هو الدرس الخامس سنتحدث عن بعض الخاصة الخاصة بالمودرينج أيضا سنتحدث عن البوينتنس نضيف هنا كده والتاب ديت عبارة عن الشيادر ايتور هي البوينتنس أولا أضيف هنا ماتيريال ولكن باللون الأبيض وهكذا وهكذا هضيف اذا لدي اثنين ماتيريال أداء اللي يكون بهذا اللون ممكن نقول متالك هكذا يعني طيب هكذا وهضيف مكسي شايدر هكذا لو ضفت عندي جيومتري في عندي حاجة اسمها بوينتنس هذا اللي مطلوب أتكلم عنه هضيف هنا كده الرمب وأصل البوينتنس بالفاكتور وأصل هنا لازم أكون في السايكل عشان البوينتنس تشتغل بسهولة هكذا 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 اتكلم عن ماسك Black and White فلو وصلت المسك دا كده بالفاكتور هاجد عندي هاجد عندي ان فيه متيريال باللون الأحمر و متيريال باللون الأبيض وده كده من الموجود مكسما بينهم. زي وانا ممكن نتحكم في اللون. اذا بوصل بالبلاك اند وايت لدرجة زي كده. ما كده بيكون في ايدا عندي كده بيكون عبارة عن المسك. طيب باختصار ده كده تأتي بالنسبة للبوينت نسب. بوصل بوينت نسب الكارب. واوصل اقرب الالوان بحيس يكون يعطيني هزا تأثير. بعد كده في. في عندي ادونز اسمه F2. ده مفيدة جدا لو بعمل الريتيبولوجي او. بعمل في الفيسز. فدغط F2 وفعل الادون. بعد كده اعمل سيف بريفرانسز. بختار هنا ايجز زي كده. والموس يكون بهذا اتجاه. واضغط F اكتر مرة. ايضا حتى اختارت الفيس او فيرتكس زي كده بضغط هنا فيل. فبتعمل لي فيل. هنا فيل. 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 ده كده باختصار الفيس او ادون. الشخصي لو في عندي وليكن سيركل زي كده. اهم ادون بيستخدمها. في الغالب. هي ادون اسمها. سيت فلو. او اج فلو. ادون مجانة يا بنسطبها مجانة تماما. بعد كده. الميزة الادون انها ممكن اعمل سموس زي كده. الكيرف بيكون سموس. طيب. انا دلوقتي بيستخدم ادون ديات اكتر مرة. فممكن اضغط على كيو. او ادتو فيفورت. ادتو كوك فيفورت. اجي هنا. كيو. سيت فلو. كيو. سيت فلو. كيو. سيت فلو. كيو. اذا. عن طريق الفيفورت. سيكون. اضيف اكتر. بعدك الكيرف. لو ضغطت هنا. هكذا. كويك فيفورت. هيكون سموس. ادتو كوك فيفورت. ان شاء الله درس القدم استكمل مودرينج تيبس ان دي تريكس. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.